بمناسبة مرور 25 عاما على إقرار دستور جمهورية كازاخستان أقامت سفارة كازاخستان بالقاهرة احتفالية كبرى لتكريم رئيس المحكمة الدستورية ونائبه ومنحهم وسام دستور جمهورية كازاخستان تقديرا لدورهما في إنفاذ القيم الدستورية وإعلاء سيادة القانون وهو تكريم ليس لشخصي فقط وإنما بصفتي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فهو تكريم أيضا للمحكمة الدستورية العليا المصرية كذلك هذا التكريم من خلال تكريم المحكمة الدستورية العليا بمنح هذا الوسام أيضا هو تكريم للجهات والهيئات القضائية المصرية على مدار تقريبا ثلاث عقود من الزمان نعمل بجدية المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى جانب المجلس الدستوري الكازاخي والمحكمة العليا في كازاخستان في إنشاء نظومة متكملة للتعاون القضائي من خلال آليات متعددة بتتخرب بين هذه الجهات علاقة مصرية كازاخية متميزة بذلت خلالها القيادة السياسية في البلدين جهودا كبيرة لتعزيز أواصل التعاون في كافة المجالات نحن استطاعنا تعميع وتعزيز علاقات صناعية بين بلدين الأصدقين في كازاخستان والشعب الكازاخي يعتبر المصر كدولة ثانية بسبب أننا جزور التاريخ موحدة نحن أخفاض السلطان الذهر بي بارس نحن أخفاض السلطين الممالك كل هذا تاريخكم ونفس الواقع هو تاريخنا ضيف شرف الاحتفالية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أكد أن العلاقات المصرية الكازاخية قائمة على الاحترام والدعم المتبادل وهو ما يؤكد أيضاً على عمق الروابط المشتركة وحرص البلدية على تعزيزها وتنبيتها والارتقاء بها إلى آفاق المرحب على دمية الأصعدة الرئيس السيسي وفق على قبول رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه لوسام دستور جمهورية كازاخستان في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس الكازاخي قراراً بمنحهم الوسام تقديراً لهم اشتركوا في القناة